الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الآن الدرس الخامس والمحاضرة الخامسة تتبعا طيب الآن لازمنا في المتجهات إذا جاء سؤال يقول لنا حدد المتجهات المتوازية من غير المتوازية فبيعطينا متجهة V تمام حتكون هذه هي واحدين ثلاثة حيعطيك متجه اليو حيكون اي رقم طيب أنا كل اللي علي حكسم تمام حكسم ذا على ذا أو ذا على ذا انت وشأنك فنقول مثلا متجهة V حنكسم على متجه اليو تمام كل رقم مع رقم تمام كل رقم مع الرقم طبعا قسمة فحنقول واحد قسمة ثلاثة يعني مثلا لو تبقى تخليها تبقى تخليها بطرق ولا بتحل على طول شأنك طيب حنقول مثلا واحد حنقول مثلا الواحد قسمة ال V احنا قلنا ال V هنا واحد قسمة ثلاثة تمام ودعنا عندنا اثنين قسمة ستة بعدين عندنا ثلاثة قسمة تسعة ثلاثة قسمة تسعة طيب برضو يعني نفق هذا القوس اللي زي كده فحنقول مثلا واحد قسمة ثلاثة بثلاثة تمام عفوا واحد قسمة ثلاثة صفر فاصلة ثلاثة ثلاثة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الآن عندنا لازلنا في درس المتجهات هذا الدرس الخامس او المحاضرة الخامسة طيب اذا قال لنا حددوا المتجهات المتوازية اعطاني متجه ال V يساوي كذا واحدين ثلاثة مثلا متجه ال U اي رقم فخلاص انا حكسم هذا على هذا هو حيجينا مثلا ما عطي يقول لي مثلا اكسم ال U على ال V تمام فانا اجي مثلا وليس مثلا يعني حقيقة اجي ال U كما ال U عندي ثلاثة تمام طبعا كل الرقم مقابل الرقم يعني مثلا هذا الاول صح اللي هو مثلا خلينا نقول حق ال X X مع ال X وال Y مع ال Y و Z مع Z ست كل رقم في البداية مع البداية النص اللي في النص الاخير مع الاخير طيب نقول ثلاثة تمام ثلاثة وهنا قسمة واحد ثلاثة من ال U و واحد من ال V تمام هذه الفاصلة هذه ستة من هنا وهنا ثنين هذه هنا تسعة وهنا ثلاثة تمام هذا كده شكل المتجه صح يعني نبسطه اكثر فنقول نفكر القصة كده نقول ثلاثة شوفينا هذا البسط المقام قسمة يعني ثلاثة قسمة واحد بثلاثة ثلاثة قسمة واحد ثلاثة بعدين فاصلة ستة قسمة ثلاثة ثلاثة تسعة قسمة ثلاثة الآن هذا هو المتجه معنا صحب الله حددنا المتجه الآن إذا كان في أرقام متشابهة في كل الخانات فهذا متوازي هو المتجهان U و V متوازيان تمام إذا مشكله لا هذا غير متوازي زي هذا مثلا برضو مثلا U متجه ال U على متجه ال V تمام خلاص نقول له طبعا يمدين على طول نختصره يعني زي كده بس يعني حطله طريقة حل أكثر فالأول مع الأول قلنا الثاني مع الثاني والثالث مع الثالث عفونا هذا الثاني طيب فنقول له U سالب أربعة قسمة سالب اثنين سالب أربعة قسمة سالب اثنين بثنين تمام كده مباشرة صفر آآ قسمة اثنين بصفر آآ ستة قسمة واحد بستة تمام الآن مشكل عندي المتجهان يو في المتجهان غير متوازيان تمام خلاص الآن نيجي في موضوع في نفس الموضوع بس يعني خانة ثانية جديدة ليهي الضرب النقطي أو الضرب القياسي تمام يجيب لنا مسألة تمام ولا لا زي كده الآن يعطينا كده المسألة تمام هذه المسألة كده الشكل يقول للمتجهة اليو كذا 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 متجهة البي كذا كذا مثلا نفس هذا السؤال بشوف هنا كانت قسمة صح خلاص هنا ايش يبغاها يبغاها ضرب شوف قال لك اليو تضربها ليه في متجهة البي بعدين مسألة ثانية يقول لك اليو تضرب ليهي في أس ثنين والفي تضرب ليهي في أس ثنين طيب اليو في في الفي شوف القانون حقه يش يقول لك مثلا اليو مضروبة في اليو واحد مضروبة في في يو زايد كذا كذا تطلع الناتج طيب مثلا يو أو حقيقة يو في مضروب في الفي طيب عندي ثلاثة هنا تمام برضو قلنا أول خانه مع أول خانه ثاني مع الثاني ثالث مع الثالث الاثنين في ثلاثة بكم بستة صح بعد كذا الموجب اللي هي موجودة هنا تمام تمام بعد كذا عندي سالب اثنين في صفر صفر موجب اللي هي هنا أنه يقولك يو مضروبة في الفي مضروبة في الفي مضروبة في مضروبة هذا الحد تضربه بعدين تجمعه وبعدين تضرب هذا الحد وتجمعه بعدين تضرب هذا الحد وتجمعه طيب آخر حد معنا صفر في سالم 5 بصفر المجموع كم 6 هذا هو الناتج تمام الآن يقول لك نفس المتجه اليو أضربها في أس 2 يعني كل خانة الحالها أضربها في أس 2 ف3 بعدين تحط أس 2 كم طنع معي 9 هذه أول خانة ثاني خانة سالب 2 أس 2 سالب 2 أس 2 سالب 4 انت تخليها موجب 4 كمان موجب 4 طيب عندين عندك صفر زايد صفر كم يساوي عندك 13 يلا الـ 2 الـ 2 الـ 2 أس 2 4 زايد بعد كده هذا بزيرو بعد كده سالب 5 أس 2 25 سالب 5 دقيقة سالب 5 أس 2 سالب 25 خليها بس 25 بدون السالب كم عندي 29 هذا هو أحل لك فعرفنا كيف الجم عفوا الضرب وعرفنا كيف القسمة ودنتم بخير يا رب يا رب أن تكون وصلت الفكرة ترجمة نانسي قنقر